صراع خفي بين قوى الإطار التنسيقي بشأن إجراء الانتخابات المبكرة في العراق مع طرح سينياريوهات عديدة لإمكانية إجراء هذه الانتخابات وعلى رأسها خيار لي الأذرع شرح كبير يعاني منه الإطار التنسيقي الحاكم وفقاً لتقارير صحفية حيث باتت خلافات أطرافه تطفو على السطح بشكل بارز بين راغب ودعم لفكرة إجراء انتخابات مبكرة بزعامة نور المالك وبين رافضاً لها من أجل تمديد فترة محمد السوداني لرئاسة الحكومة وعلى الرغم من أن تشكيل حكومة السوداني كان مشروطاً بتغيير قانون الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة لا تتجاوز مدة سنة واحدة إلا أن ذلك لم يحدث ويرى خبراء سياسيون أن الحديث عن حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة لن يتحقق إلا عن طريق توافق القوى السياسية وهو شبه مستحيل بسبب صراع النفوذ والمكاسب بين الأحزاب المهمنة على مفاصل الدولة وفي ظل تعظم هذا الصراع يشير الخبراء إلى أنه لم يتبق بين طرفي الإطار إلا اللجوء إلى سياسة لي الأذرع عبر تقديم طعن للمحكمة الاتحادية بعدم مشروعية استمرار البرلمان والحكومة الحاليين لوجود تصويت ملزم بإجراء الانتخابات المبكرة في المادة الثالثة من المنهاج الوزاري وبالتزامن مع تساع رقعة الخلافات يؤكد باحثون سياسيون أن الهدف من وراء رفض إجراء الانتخابات يرجع إلى خشية جناح السوداني فقدانه المكاسب السياسية لصالح المالك ومنذ أكثر من عقدين كانت التوافقات السياسية خلف الكواليس هي العامل الرئيس لمدى تفاقم الأزمة بين الشركاء العملية السياسية وتبقى معها البلاد عالقة في دوامة الصراعات والفوضى والفساد